تشجيعا لنشر ثقافة الابتكار في السلطنة وتمكينا للمبتكرين المتميزين على إبراز أنشطتهم الإبداعية عوضا عن تطوير منتجاتهم لتقدم حلولا بطرق حديثة في المجالات العلمية والتقنية أتت جائزة الغرفة للابتكار نعتقد أن هذه واحدة من الأدوات المهمة التي تستطيع فيها الجهات المعنية منسس البحث العلمي غرفة التجارة والصناعة أنها تقف على الإمكانات التي يختزنها الشباب مش فقط العمانيين حتى الوافدين المقيمين في عمان في مجالات مختلفة مجالات عدة تشملها الجائزة منها الطاقة والصحة والأمن الغذائي والبيئة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية والختمات اللوجستية والسياحة مستهدفة بذلك جميع فئات المجتمع فكرتنا عبارة عن لقاح مستخلص من نبات يقوم بتطبيط نمو الخلية السرطانية قلطة دماغية وكيفية تفادي حدوثها قمنا بإنتاج مبيض طبيعي طارد وقاتل البعوض من البيئة الأمانية عدد تدوير المخالفات الإلكترونية باستخدام تقنيات مبتكرة حديثة عبارة عن معجون الأسنان مستوحى من الطبيعة فكرتنا هي ساعة ناطقة لأبكم والتي تفيد بالتحديد في أتلبكم ستقوم الجهات المعنية باحتضان المبتكيرين وتوفير الدعم المالي لهم تطويرا لأفكارهم الإبتكارية بالإضافة إلى تبني مشاريعهم وتحويلها إلى منتج يمكن تسويقه لفتح فرص عمل للشباب تأتي جائزة الغرفة للإبتكار لدعم الشباب العماني المبتكر لصقل مواهبهم الإبداعية والارتقاء بأفكارهم لتحويلها لمشاريع إنتاجية يمكن أن تنافس في السوق المحلي والعالمي إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط ترجمة نانسي قنقر